الحاجات اللي بقى السهلة تعمليها اول بول اول بول اكل بس الموعين لموعين لو تكومت يا رب الموعين تموت يا رب الموعين تموت يقوله كده يا رب الموعين تموت ايه السهل فيها ان انا بعد كل اكل على طول تلات اربعة تطباق اجيب عاييل تعال حبيب بس في الصيف عشان انا حيبهدلوا حيخسلوا نفسهم وهدومهم والدنيا كلها مخسولة معهم هيتعوضوا لو هم صغيرين دي الطبق يناولك حد ينشف حد يحط حلو جد الاطفال اللي في البيت وكركبة بتاعت كل شوية دي نتعان قادي الركنة وبتتجاب والله يا اما يا عايس بلاش هاتي السلوتيب وعملي ركنة للاطفال كده عشان الكركبة اللي هم فيه ده مسح لكم حطوا اللعب هنا اعملوا هنا وكل واحد يحط اللعب في الصندوق بتاعها بعد ما يخلصوا ما اول بول ليه عشان ما نلاقيش لعبة هنا ولاقي واحد رجله قصرت عشان مش عارفة حصل ايه والشربات ما عرفش خدوها حطوها فين حاجات اللي بتحصى دي طول ما ايدك في البيت بالسهولة كده وبسرعة وورا بعضيها هتلاقي الدنيا بقت سهل شغل البيت كله لو رتبناه من غير المطبخ مش هيكمل ساعة لو بالمطبخ هيبقى يعني بتاع ساعة ونص ساعتين لارو بس الرقم اربعة نظافة الشخصية بقى نظافة الشخصية يعني البيت نظيف وزي الفل وانتي ما شاء الله لابسة جلابية فتكات والجلابية اللي ما بتتقلعش ولابسة معربش ايه ولا شعرك عامل زي ولا ربطة ايه لا يعني خلي ما تخلصي شغل البيت خودي وقت مع نفسك العناية بنفسك ادي تشاور المسكات ايه موضوع الضوافر مثلا والكلام ده اللي بتتأذي البرفناتك كريمات الترتيب يا ستخة مافيش مافيش وتقولك فوقت بتتكلم وفوق مافيش فلوس قالينا اقول تعملي ايه اطيب الطيب الماء وهاتي زيت الزتون وحط عليه زيت اللافندر ولا رايحان ولا بتاعه سهل جدا ودعا بنا زيت الزتون بصي العاية تفضلي شابه زيت الزتون للرموش زيت الزتون للشعر زيت الزتون للبشرة زيت الزتون تمام كده اهم حاجة انك انت تحس ان فعلا انا بتنظيف وانت نظيفها حتى اللي يجي الاولاد ولا البنات يشوفوا او منها شعرها متسرح او منها شكلها حل وهكذا سر رقم خمسة المكافة بقى عملنا وانجزنا بقى وبتاع الشاي بتاعك الزريب بالنعناع القهوة واللسفيريس ومن اللي انت عايزات عايزة تشوفي حاجة مفيدة بقى مسكة الكتاب بتاعك وقاعدة كان في ايه نفسك المكافة بتدي احساس للموقع ان هو يفرز هرمونات السعادة كلها وده شيء طيب احساس السعادة ان انا كافئ نفسي بشغل اللي ان انا عملته والكلام ده اه اكتب ورقة لزوجي ابعت الورسالة طيب مش هيشوفها طبعا لكن اهو اسمك عملت حاجة المهم انك انت تعملي حاس ان انا عاملة انجاز انا عايزاتي بعد كده تحب الانجاز اللي انت عملتين وما تستصغرهوش وما تقولوش معادي ما الناس كلها بتعملوا لا احبي حب الانجاز لانك انجزتي وكتبتي وخدتي وقت حلو قوي الكلام ده ايه ووزعي المهام الا صحيح عايزة اسألك قبل الحلقة ما تخلص هو زوجك فين من القصة دي بيشارك ومقدر وبيشكر وبيساعد ولا لا اه عشان لو عملت كل الكلام ده ويجي في الاخر كلمة وانت بتعملي ايه طب لو قال اه اقولك بقى على الجمال لا نريد منكم جزاء ولا شكر بتعملي لنفسك والله سبحانه وتعالى في الرعية اللي تسألي عنه يا ربي جعلكوا دايما خير الزوجات ويرزقكم السحة والعفية وتبقي فعلا زوجة شطرة ونصحة ونظيفة ومقدية مهامك وعندك وقت لنفسك دمتم بخير وعفية اللهم امين سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايك وحباب قلب عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير دايما وتكونوا في اسعاد حال اللهم امين روتين النهار ده روتين في المطبخ تنظيف بعد الغده بخلص بشيل اول حاجة للاطباق وبروق وبروق يعني بشيل الاطباق من على التربيزة وبروق على التربيزة وخليها زي الفل و بعد كده بخش على المطبخ تمام اخلص اول حاجة اللي بضجاز انا برتب منه حواليه قبل ما اخصل المعين ماشي كده من نظام معين في المطبخ ده النظام دون انا مش اعلمي الزمان مريحني جدا جميل قوي اول حاجة بجمع كل المعين المعين والاطباق والحلل في مكان واحد هو الحوض وبخصل البضجاز تمام وبخلي زي الفل وخلص خلصت البضجاز اجل المكان الرخامة لجنب البضجاز بخصله بنسحة دوستر كويس جدا بخصله وبخصل الرخامة لتحته بخصل الحطة لورا وهنظف كل حاجة وارجع كل حاجة زي مكان التاني ودرج البهارات تمام اللي دون ايديا فيه عشان بس انا استخدمت النهار ده بهارات في الطبخة بتاعتي النهار ده مسحت البهارات من بره بخصلها كويس وانا اتشفها ومسحت الدرك كويس خلص ومسحت الساب بادا وكان فيه بقيت شوال الرز فيه رز وكان عندي جردل خلص يعني كنت سايبه على جنب استخدمه في وقت ما حاطيت فيه بقيت الرز خلص كل حاجة من حوارية في المطبخة نضيفة زي الفل ابدأ اخش ايه على الاطباق والحلل اول حاجة باعملها الاطباق و بعد كده خلص في الاخر الحلل ده النظام اللي ماشي فيه في مطبخي والله يا جماعة هتصدقوني لو انتم مشيت عن نظام ده في مطبخكم هترتاحوا هتحسوا انتم خلاص الدينية كلها خفت من عليكم وهدد ابدأ اول حاجة من حواليكي خلص رخمتك خلص بطجازك خلص كل حواليك الورقه كله اللي في المطبخ بعد كده خلصتي روحي بقى اللي ايه على غسل الاضباق والحلل امي يلا تشجعي و خلص اللي وراكي تراوى غرفة الاطفال و تخلصيها الزباطية و تكنيسي مكان ما اكلتي و تراوى ايه و الزباطية و تخلصي حمامك برضو و تخلصيه و تراوى ايه عليك هتخش للمعين عشان تاخد تروحي تاخد ايه الشاور بتاعك و تاخديك كده و تعود في استجمام مع نفسك شوية و تشوفها انت بتحبت خلل نفسك ايه شكولاتية على جنب بتحبتك اللي شكولاتية مع كوباية القهوة بتاعتك ايه راجب على الفيس بتاعك علي تيوب زي ما انت عايزة بس بكون خلصت الورقة كله و بسيب كل اخر حاجة المطبخ بعد المعين بعد قصد الغداء بتاعك بكون خلصتت الاطفال رواتيها و روعت كل حاجة وراكي و تخشي بقى على المطبخ عشان طبعا المطبخ فيه بهدلة يا جماعو عشان بيكون فيه مية كتير و بهدلة و طبيع الهدومة تتغرق من المية علشان كده بخلي المطبخ في الاخر اخد شعر بتاعي و يبقى على خلص كده خلصت الوراية انا دلوقتي غسلت الاطباق و بحطها في الرشاق فوق انا عندي الرشاق مفتوحة مش مشكلة المية بيسيفش مية مركونة بتنزل المية على طول على الحوض و بخلص برضو وشوف فيه معالي بام برضو مخلصة كل المعالي و همسخسلها و هشتونك جدا من فيديو اللي فات انا باد بفرح جدا بفرح جدا ما اتكلم معاكم انت اخوات و حباب قلبي يا اجمل اخوات في الدنيا اجمل بنات و اجمل ستات و اجمل امهاتي ربنا يخلكم لي و دمكم في حياتي انا بحبك جدا في الله يلا بان بقى تشجعي و اتنشط كده و بدا يلا خلص الوراكي واقع تسوف مطبخك و تنامي السباق فيه اي حاجة هتقومي تاني يوم الحاجة كتير عليك و هتكسل و هتشوف بشكل مطبخة دي دايقي لا اعودي نفسك اول بقى اول كده خلص معينك بتعدي بتعدي الغداء بالذات خلصها عشان دي بتبع فيها ايه الموعين كلها الاطباق و الحلل خلصيه و عشان ترتاح عشان تقومي تاني يوم بنشاط اكتر و مقاش في حاجة و راجع خلصت الاطباق و الكوبات و المعالي خلصت بردو الحلل بردو انا ما بحطش المعينش الحلل ايه و هي مبلولة يا جماعة بلواب سباة الصفة جدا او مخصصة فوطة ايه انا شوفها ام دخلها تاني ايه في دلبا المطبخ انا بوريكم لانا رصت الاطباق مرصوصة ايه و كوبات و رصت بردو الحللل ايه شوفتها و عندها في مكانها و هابدى بقى ايه اخسر رخامها بشول كل حاجة منها عليها و اخسلها دائمني ايه كان الزرعة بصل و طلع العيدان بتاع الخضرة اصقصتها و بكمل الزرعة ايه فيها بخسر دلوقتي بقى رخامة كويس و اخسر الحيطة كويس و اخسر كل الحنفيات و اخسر اهو الحيطة انا مش مبلطة المطبخ كامل مبلطة بس المكان اللي عند حتة الحوض مكان الحوض و مكان البودجاز هو ده اللي انا مبلطة فيه المطبخ هو ده اكتر حتة اللي انت هتبقى فيها ايه المية و اتهلك فيها بخسر الهو اللي بجب مياه في ايده و امحطها على الحيطة عشان هنزل فيها الصابون يلا لو يصل لحد اللي ادي في الفيديو حط اللايك و ما تنساش الاشتراك و تفعيل زر الجرس عشانه يوصلك كل جديد كل فيديو بنزله يوصلك انا بحبك بحبك في الله اسعدك والله زمان تبتساعدوني و على رأيه دكتورة هالة يا رب بالموعين تموت يا رب بالموعين تموت بجد جد الواحد تام انه والله هم الموعين يعني فعلا تتعب جدا كل يوم واعين كل يوم يعني ربني يا رب يعيننا واعينكو جميعا يا رب و جدت برضه الطقم الفنجيل اللي انا كنت حطي عرقامة قلت برضه اخدها بالمرة اخسلها و احطها نظيفة واخسل الاستلس اللي كانت متعلق عليه نخسل حامل الاستلس و راس كل الاطباق والفنجيل عليها عشان يبقى كل حاجة نظيفة و مبقاش في ايه طراب طبيعي الحاجة اللي بتكون ما هحطوطها على البطاعة اللي على وخامة بتجي على طراب جبت الاطباق تاني وصفتها بم ماي وباخسل من ناحية اللي هناك اهو هون بس مش بانها اللي حتة بسيطة منها و بعد هيدا اخسل بقى ايه هتة بقى اخسل من تحت بتضرب المطبخ من تحت جبت الليفة و غسة بخسل من اه درب المطبخ من تحت و كله بقى اخسل من تحت من الفيديو بتاعي يلا و تشجعي اذكر الله اذكر الله طلما انت شغالة لا لا الا الله 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 اكبر سبحان الله و الحمد لله واستغفري استغفرك و اتوبة اليك انا باركة هون انا اصلا كده خلاص بقى كل اللي فوق كله هكنس هلم بس اللي طلع دوا من يجيب الفوطة و هنصح كل ده اه اه بقى اللي جيت فوطة و هشيل الرمل و هشيل كل ده اهلموا بالفوطة معي شدت البدجاز ما كانش عاجبني قلت اشد بالمرة قلت اكنس الاول بعد كده جيت السترس كلنا عارفينه طبعا نزل الدهون و رشيت عليه و رشيت على حيطة و غسلت الحيطة و جبت و رشيت شوية ماء بصابون و جبت اه المقشة و دعكت يعني الارض دعكة حلوة اللي خليت اليدين نضفت يعني يعني قلت ايجت عليها بالمرة اه جبت الماء بصابون ميابريل المقشة فضلت اه جامد و الوزرة بتاعت السراميك برضو فضلت اعملها بالمقشة عشان اكيد طبعا فيه الدهون في اي حاجة اهو تندف ايه بعد عاجة كزا مرة كزا مرة كتير جدا عشان تندف هنضفت عن الاول بكتير كمان جبت مية نضيفة برضو و رشتها و برضو هتعج تاني هنضفت هنضفت على الاول يعني فيه فرق بس باجيب حت فوتها و انسحتها و لمعتها و خلال زيه و الوراء برضو الحت الوراء بجاز نضفت برضو غسلتها بالليفة و اللي انسحتها و لمعتها و الحتة اللي جانب ده برضو غسلتها و مضفتها هنضفت ازال و بجيب كل الفوت اللي انسحتها استخدمتها بقوم غسلتها و مهمش و حطتها بين الفوت اهي قدامكم تصفى التصفية بتنزل في الحوت تمام اللي بعمل كده ببقى فيه فرق بين الاوراثان فرق بين الرشاقة بقومنا نحط الفوت فيها و في الاخر عطرت كمان اللي جبت المعطرة عطرت المطبخ و في نعاية الفيديو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته من السوشل الاشتراك و دفع لزر الجرس عالكل و كمانت حلو زيكو و مع السلامة احلى اخوات في الدنيا استى ضعق الله موسيقى 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 موسيقى